بيعاني المواطنون من ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة حيث ارتفع سعر كيلو الطماطم إلى 7 جنيه للكيلو والبامية 20 جنيه للمستهلك كاميرا الحياة الآن انتقلت إلى سوق العبور لرصد الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار الخضر والفاكهة معز مننا محمد مبروك على الهواء مباشرة محمد برحب بيك والتفاصيل عندك تفضل مساء الخير شريف أولا نحن الآن في سوق العبور وهذا هو سوق لجملة السلع والخضروات يعني لوحظ منذ دخول السوق ربما حالة من الركود في حركة البيع مع ذلك هناك حالة من تصاعد شكوى بعض المواطنين لدى تجار التجزئة ولدى بعض المواطنين من ارتفاع أسعار عدد من سلع وخضروات مثل الطماطم والبامية والكوسة معي لمزيد من التفاصيل أحد تجار سوق العبور هو التاجر أحمد فواد أهلا بك فانا أهلا بحضور يعني خلينا نسأل حدك عن حركة البيع الأول في سوق عاملة ازاي؟ حركة البيع في ركود طبعا ما في الشغل بس الأسعار لأن الفرق العلوة السيفة من الشتوي فرق العلوة السيفة من الشتوي هي ده هو ده اللي مغالي للطماطم بس مش أكتر يعني الطماطم بتبدأ من 60 جنيه ل130 جنيه عدد السلع اللي تم الزيادة أو رفع أسعارها خلال فترة الأخيرة؟ هي الطماطم والبامية عشان لسه جديدة والفلفل الأخضر بس بس تقريبا حجم الزيادة اللي حصلت أديه في كل سلعة؟ في الأسعار؟ يعني الأسعار التماطم زادت أربع أضعاف أو خمس أضعاف لأنك يبع 20 جنيه نهاردة بمية ومية وشوي تقريبا كيلو وصل أديه في الزيادة؟ يعني زاد بنسبة أديه؟ كيلو جوه قبل ما يطلع هنا أو لما يروح عن البرا عند البايع؟ تقريبا كيلو يزاد 3 جنيه أو 4 جنيه تقريبا كيلو يزيد حمل مصاريف على التكزئ على كيلو أسباب الزيادة دي؟ يعني ليه الزيادة في هذه الفترة تحديدة؟ عشان في أصل الانتراحاتك كنت في موسم شتوي داخل عطريك موسم الصيف فالفرق العروة الصيف من فرق العروة الشتاء التماطم بتبقى ليلة فهو ده اللي مغليها بس هي موسم الصيف هيبتدي تماطم الصيف هيتيجي خلاص هترجع لأسعار لطبعيتها عادية بس أنا أعرف أن التماطم تحديدا مثلا وده يعني كل ناس تقريبا بتتكلم عن التماطم يعني تسحبت من الصعيد وتسحبت من الفيوم والمتبقي دلوقتي اللي بيعتمد عليه تجار الجملة هو محافظتين تقريبا هي اسمعالية محافظة اسمعالية ومحافظة الشرقية كل يوم خلصت والصحراء وخلص بس هي اللي شغلت اسمعالية والشرقية هل الأزمة دي مستمرة مع المواطنين إلى رمضان المقبل؟ لا لا قبل الرمضان إن شاء الله سحل بإذن الله بس انتظر أن الأسعار تتراجع بنسبة قدي إذا في خلال إمتى قبل الرمضان يعني هي تخذ لها كده عشرة أسبوع عشرة تامعة أسبوع بس وبعد كده ترجع لطبيعية عادية في كلام إنه بعض يعني في استغلال لرفع الأسعار من بعض التجار وإنه بس عدك هو ما فيش استغل ولا حق هو المعروض قليل والعرض قليل واللي هو السحب أكتر فطبعا هيا ده هي ده المغالي السلعة هو ده المغالي السلعة بس ماشكرك فاني شكرا طعمك ألف شكرا شريف عدد من التجار يتحدثون عن يعني عدم وجود سلعة الطماطم على وجه التحديد اختفاءها من الصعيد واختفاءها أو انتهاء يعني حصدها من محافظة الفيوم والاعتماد الجاري الآن هو على محافظتين فقط وهذا يعد يعني نضرة في العرض وبالتالي هناك يعني حالة من التكسيف على الطلب وهذا ما حدث بسبب حركة أو تحرك الأسعار بالارتفاع شريف هذا هو الوضع الآن في سوق العبور نشكرك شكرا جزيلا زميلنا محمد مبروك شكرا على كل التفاصيل الواقع إن التاجر شرح الأسباب لكن أولا وأخيرا دي مسؤولية الحكومة المصرية والمهنس إبراهيم محلب كما تابعنا إنه عقد اجتماع وبيعقد في هذا الوقت اجتماع مع وزراء المجموعة الاقتصادية لمناقشة أسباب ارتفاع الأسعار